مالي سهول الهدو الوشق قابلة شافت فيه شوية من الوقس ومتقاس ومترددها اه قابلة ومتقاسها وعينها مدمعين وفي نفس الوقت بتاسمات ويكاتشوف بادر اللي كان كي يشوفها بحب الحضور كانوا كي يصفقوا أم السادية وعزيزة كي يصغرتوا الفرحة ما قاداهم العدو المارك اليوم الزواج من بعدها طام سناو وعطام العقد اخداتهم اللي عنده حساب وكاتشوف فيه بعد وقفو بادر باس لعجبينا وانتقى الصوت اللي من خافض الله يجالك زوجتي في الحلال انتي اللي من اليوم حوى حبيبة قلبي ومسكنو ونور عيني بارك الله فيك عند قام بعد عود باس لعراسة لما عيزة فكاتشوف فيه مصدوم الطريقة باش عملها بحل شي ماليكا بنيكته بعد تصرف لدار تخلى قلبها بحلك يحل بابو ليه بتسمت لي بحب كاتبين ارضاتها ليه وكانوا اطلقوا الاغنية دي البارك الله لكم وبرك عليكم وفي خير توجهت عيتا بعد عزيزة بس لا يدها وكذلك بدر بس رأس سادية وبعد تسلم الاخوال وعم عيتا بسلام رجولي كيباركولي وعيتا بنفس الشي لا الى كلهم كيباركوليهم بخير ورزقهم الله بالدرية الصالحة وبدر وعيتا بوقفين بجنباضياتهم كيبتعتموا العدول كان مشا بعد عقت القران وصلوا قتل عشا بدر قلس مع رجل في الصالة عيتا بقلسة في الكوزينة مع السعدية وعزيزة وخالتها الكبيرة حليمة مره طيبة ومره ديالس مرن بيضة وعينها خضرين عندها ثلاثة اربع الهام نوضي ابني سيد دير خوالك وعمك وراجلك يغسلوه الديوم باش يتعشوا عيتا عيتا بوي ويتوقف وخا خالتي نزد كل ساعة القراش البانيوم وجهبي المكان في انكان بدر شافرنا اتخذها من عندها بعد ما غسلوه الديوم خرجوا لي تشدالي كبسة لي يغسل عيساب سيرتها يقلسي مع العيالة سوف نجيب لي خاص كانت حاطشة الفقرات قدتوا لحط نصف اكتافها لا لا غير جا سوف نجيب لكم العيشة عيساب وصف يدويت سيرتقلسي يلا كيدروتها جاي عزيزة هزة في طبسين في ثلاثة دجاجات محمرين وجمها كانت هيبة صغيرة في عمارة السنين فوقت نجيب لنها ونجيبها ونجيبها وردها وبدر ويشد ما عنده وخيال وريده يلا ادي معك عيساب انه خاصة شي حاجة نجيبها نجيبها نجيبه ومشو وقلسه مع العيالات اما هيبة دخلات عند بباها وانتشوه بعد ما سلوه خرجتها عزيزة هي وبدر لي كانت عيساب خرجتها معه وقرصها من خده سبحاني الخير وقتسمت لي وطالتها وقتده ثم تسد من الوراء على الباب وقلزت فوق السرير تقاس في خدة ومتاسم وفي نفس الوقت تشوف عقد الزواج في باطر حلات المجرد الكوفز يتحطون صباح فقط عيسى بكري على غير عادتها على صوت الشعبي اللي كان في الدار وقفت تكسلات عادت وجهات الطوالية قدت حاجتها دارت روتينها الصباح حين بعد عيسى عيسى بثلاث عليها لبست قفتان تبغليد في الخضر ومترز باللور الدهبي تلقى تشعره يدير زي فوق رأسها ويأتي له الخياطة الدهبية وتوجهة تحدى الملايات تفوندتها ماسكارا يلا كنت سوف يدير لها كالحمر خفتي بالمعيق ويرد لها بدر البال يتهز واحد على المفمها أما بدر كالفارق صلاة الضحى البس الجمادور ديالو ويأتي له القفطة اللي نبستها يتاب بعد مسالة درسات يدوية وأنت أن أصبح سور رجوني سما تنقعها في الباب إذا كنت سوف نقعها تدوية أخرى تقول الدهبية أصبح أخي الأيضاء من العزيجة ومعه جميع أن أصبح اللي نرغط نرغط فارغة أنست محرارا يبقى النار يوجب أن ترزح ما هذا أفكار قطعة البيانة والدي وحشو ماخويا الوحيد من حضر لي العرصه ايبا كدير اسالة بس عليك كدير عرصنا وينقذ يانس بالباب خالو بادروس وهزو بادر كيبوص فيه اه اه اي 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 كبرتي والتي راجل ويقولوا يانس يانس والدران حرفك حليل وكيشبه البادر بدر كيضحك وكيشوف خطه اللي كانت اي كدضحك ما عندي بانتسالك شني ولا ورسينا راجل ما شاء الله عليك زولتني قبع لوجهه ورجعته في قرصه ما هاشاء الله ايو هزو نمشي وخلاص راني بغيت نشوف مراس خويا هزياني اسوع انك خطو جنب ونزلو الطبق لتحسوا ضحكا ثم مالي ارجع البيت تقبع عديزة واقفة اي اخواتها سفاطيما هايشة كيدوا ويضحكوا معهم مراسة عمه فوزية يزقوا لي ومرانيا مع مع والعريز ديانه مجد يلا هده بان بدو بصغاريز هيتها بكام زجالسة مع ابنز خالسة ايمان ابنز مئنا ما بيضا نكحلة حرفة كحلين عيونها كبار فمها صغيرة ورطبيلة الفورما دياله ياتيك لابسك فتال حمر غامق ومترز بخياطة ذهبية وطال القشعر اللي كان واصل لحد مؤخير سفلو الأسود وديرها كر حمر وفون دوتا وصافي ايمان شدف إيد عيتم كنتشوف الخاتم وينو حبيت الخاتم خطع ثانيا جربوه عيتم حيدة وطالتوليها هكا الكلبه جرب يدير الفعل ويديرو ايمان فيديا جمايا بحالك يا ربي تشيبلي حتى انا شي تسي تسي تس انتربيه مررجع شلدار بيدي خاوين حيدة ورجعتوليها عيتم ويتقاد الخاتم فيديا قولي لي انا شبكيت البالح فشعقتين سيو بدر وؤلاء لغة الفرحى وتوتر صافي ايمانو يتقر صافيخ ناري لحبة كل يوم صافيق عمشي معي ايتم خدو عمارو سكسير الزمراهة تعالت خلائفية اه عدني انتحكم معك اي جي يقولي يا بدر عندو شي صحبه وما كان عقابة صاحبه عارفة فيهم زكريياب زوج وابلة ما تخرج عينيك تفوح الصفيقة الامال ولا را عارفة واحدة اخر اسمه امين كوميسير ولكن الصراحة ما عارفش كما عنده صاحب سهولة شي لعبه سكسي سكسي لا يسر قوليه بعدها زوين و الى جلعة شو نشو فينك عمار تتليه البال ما كاش بزبذي الوقت سعيلا صوت طموبيلات اللي كايدره طوت 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 قدام ذراعي سعب راطل اسمت الشرجم و كذلك كريساج نقص اسكتل كل شي كايد طل كان بدر سابقهم باللطن اللي كاسبزوه قبل الورد و من وراء خمسة طموبيلات كان اللي جايب معه اللوته الثانية اللي فيها عمو دريس مع مرأسه فاطيما مزوج و عنده زوج دراري اللي هو المزوج و عنده ابنته الثاني كيقرف لفاك طموبيل الثالثة فيه خالو احمد كذلك مزوج و عنده نساب و عمو براهيم اما الطموبيل الرابع فكان فيها صاحب سكاريا و مرأسه الخامسة كان طموبيل خاصة يلي جايب الدهاز القاعة كانوا ديرينها في السطح في الأول بدر و عيسا و راح في الصغيرة بالعائلة ولكن عزيزة والسادية أصروا يديروا العرس يفرحوا بولادهم القاعة كانت بلول برزقالي و البيض مزوجة في السقب بولات ملولين و كذلك في جناب الزراب يحمرين في الرشيل فلرد كرسي ديال العروسة و العريس في نهاية القاعة في الدهبي والبيض و في الجناب طبعا لي الكراسة في البيض الحضور في الوسط كان خاوي و عندما نساور فرقة الموسيقية ايوان لكم عارفين عيتام كانت مشاة تلويسها و ايمان اللي لمفارقته بحكم بناسبة على قزمين و قوية أما الباقي فكان خرج برا كيرحبو بالعائلة ديال العريس و بالعريس نيت رحبو بيوم دخلو و بالتبصالة اللي كانت كبيرة فيها حويتات ضعيفوهم كيفما كتعرفوه التقالية المغربية بحال هذه المناسبات كيفاش كتكون مبنية على الحب و النشاط رانيا اللي كانت ناضس هي و خديجة زوجة زكريا و في نفس الوقت صحبتها اللي كنت لكم تلو عند عيتام بعد ما وراتهم السادية في نجابيتها تقود و دخلوه كلقوا ايمان قالسة كتقاد شعرها و عيتام قالسة كتدري مع ايمان يتوقف رانيا زولت النقام و كتشوف ايمان و عيتام اعجيب ايدا هنا وحدة لكم العروسة ايمان ضحكت و يتشيل العيتام ها هي العروسة انا بنت خالتها يتوقف رانيا ما شاء الله اهليكم زولت بجويكم توجهت عند عين سبع نقاطها و سلمتها ام خديجة سلمتها ايمان بعتمد الاسلام و قلت صفق الصرير ضغيات اقلموا مع وضياتهم كيهضروا و كيضحكوا بجمعات قلت لها ايمان و نهري والله مبلغ لكلكم بزوجين و انا قلت بيناتكم بلحلي الله رحيم ضحكوا عليهم جموعين يتوقل لها خديجة اللي هي ابنت بيطة قسيرة غريضة شوية ينخزي و حجبها عندها 21 عام قلت لها ما نبقش فيك الحال رح بادر و زاكريا عنده موحد صاحبه مباير بحالك بصبت ديو تكملو السلسيلة رانيا و يتقل لها و ايه صاحبه امين قلت لها عيتام حسنتيش بغيتيش يزواج قلتي و فرحون شتمح الدكسيلا باطر شي اللي غادي تشدليك في العرسة تخدري عويناتك في تيتيز قلت لها رانيا انا اللي ما غاديش شدليها في العرسة قلت لها و يتقل لها خديجة و يتقل لها خديجة و يتقل لها ما زال الحال مجلسى لديك الحضاش و قيلة اه او صاحبت يكون غايدة لسي العرسة في الليل على الاقل لأ عرسة ما يبقش فيها الحال و يتقل لها ايمان لها ما يبقى فيك الحال اخسيراني مره مره رحبط نطلع لك و أرجع و يتقل لها و يتقل لها بارك الله فيك حبيبه شاف سعيسى بليك انت حبصة تحكة بعد تلقاتها اه او تحكي او تحكي فيها المشادة و تحضري العرس ايمان و امين و ديك سعيسى انا و اياك غادي نسوانسوا حيث غادي يعجبك يحجبك خويا قلت لعيت اه والله لك انت لي قلت لك يحجبني مزينو رانيا تشوف خديجة اجهي سحبتي قلت لك اتعرفين قولي ليها ما ترشت انو كان دير ليها بدأت خديجة قد تحك لبس لها الخامر و منيت زوجها تحرشها لها رجلة قلت لها النقام و السادل من الفوق رانيا تشوف خديجة اي صوني عمرو طويل حب ديالي قلت لها تبقات غا خديجة و عيسى و ايمان قلت لها اخرى قلت لها الكوميسارية كان خارجة يوقف بوريسي من اللور الشاف شنو نديره معدك هنا امين و ينتق بجدية و بصرامة سيرو جيبو الحمار يتربع قلت لها البوريسي اوكي الشاف اخرج امين من الكوميسارية قلت لها مرحلة فين صفه و ايضا امين مرحلة و ارسل ينسكه حسين و اقلت الاختار اوكيبو و ارسل و اتوقفه السادل و اخرج من السادل و اتوقفه و اتوقفه و ايضا قلت لها و اتوقفه سوف يسكن بها في خطة سوف يسكن بها بعد أن تقوم بتخلقها مجموعين ومجموعين سوف يرى هبا سوف يوقف أحدها مخنزر فيها براءة سوف يضحك سوف يرى هبا نزلها وزني سوف يرى هبا سوف يخرج لسالة في هبا سوف يقول هبا سوف يقوم بتخسير ويقول يا سوف يلتخسي ما قلت له هبا هبا يتوقف أحدها مدتتنا سهلا يليس جميع عندهم يدين وخنزر فيها تسراقها بغية صرقها تحكت خديجة وهو إيمان تحكت صوتها لأنها تقوم بتحكة فهو يدوما تحكة قال هوا كيف يوجد ضرر يليه العيث إيمان غبزت خديجة ونعجبه أما يانيس و يأخذه وعلى اذا برجعت شعره برود ناوية كتشوفين توجي حدا فوكسرين وقت نتكى شوية كنحس بالعياة خذ راحتك لا تكتشوفين بغمض عيني كهانيا بعده اهانيا اخويا احل عيني ويشوفين بالزم انا راجلك مشي خوك اه مزيان تمت غادية ويقولها فين خرج لا يدخلش يحد القلب زوج ارجع ارجع هاديك راجلك اللي كيل معك يمسا تزوجنا وغيرت ما لمح وجهها باستفهام وعندي الحق فاشكت كانت يصبرني في مكس ماك حساب لاني بيكباد الحمقه اتكى على الحيط وصري حجلي فوق سرير ورجعت قلزات حدا مر ببعيد ديها كتلعب في طرف الجاباتور ديالو اهان تزوجنا البارح عادت فكرت عادي شنو؟ كان كيهضر معها وكيلعبها في طرفها سدير شعرها قتل عيتها بشنو؟ وكتشوف ليه في عينيه في خبار قبل انا تزوج بك حيث بغيتك وشي بحال كنتي قبل تزوجي بيه عيتاب حادره راسح شمانه من مياه كتفرك في ايديها صراحة صراحة يلا كنت ستتنطق ويسمعوا التقان ادخلت رانيه اليوم لعرسادوينه هنا ينبضر مازال من نفس الوضع يقوله كيف حالك؟ كانت ترى عيتاب وكتبسة ويسروا ويقولوا لكوافراجات يلا أخيه سرع عند الرجال كانت تتخلت الكوافراجات تتخلت هي مزوجة البنات ووالد الذي يقاد شعر العيتاب لا يقفك يشوفه باستفام جا قدام عيتاب مضرقة بحكم شعره كثائه مره ويقول له كوافره رابعه يسروا هاد الوضع قدام معي هو اللي غادي قادل مادام عيتاب شعره لا لا ما كيلش مرتي غادي ديرزيف واه اللي بغيتها سيدي الكوافره خرجت ذاك الوضع اما بدر خرجوا بخليهم على راحتهم وعيتاب قلصت فوق الكرسي قدام المراهية ورانيه كانت اضحك دخلات خديجة وإيمان وقول بلادتاني جمعين في ساعتين ثلاثة وقسمين الحضور كانوا جاه وكل شي واجد عيتاب سالات للكوافرار سعيدات ديورها الميك اوب والباس خضر الحنة وفقه سلهام وبيض من شبك خفيف من طرز باللون التهبي ودارت العزيف ديال وخطر وفي سقلة بالتهبي وفقه تعج صغير وانيق وسلسلة لفجة بالتهبي وميك اوب كان خفيف بالزاف سرعبي هاد الاخير اللي كان مخلطي حلا السر دخل بضر البيض بعد ما مش هتراني وكيشوف عيسام اللي قاسه هاد الراسة ما شاء الله شوف اختيوه يبتاسم يتقوله رانيا ايوه شفت اخوه يوه ايوه راكم خد الزين داخلي القاعة صغيرية سعيرية في ارجاء المكان من الطرف المكافات شدين في اد بعضياتهم وعدسات الهواتف والفوتوغراف كتصور ونصدوح ذا الكرسي اقفوا كيشوفوا في الحضور كي لزقت لهم الصور وقرسوا في مكانهم نقاشها دار دوكلا لايباطل خدران البنات اللي مازال مزوجين وعيسام بدار سلاف اللون التهبي وكتنقش لها بدرنادها بطل الطرع لم تسألي لها كرس في الصالة وزكاريا ورجال الاخرين كانوا في القاعة واحد امين في نوة ويقول له زكاريا صوني تلي الصباح قليا غادي يجي مار شو ده ما فين تعطل وده كي صوني التالي شافش كون وينطق وهو البغل كي صوني زكاريا وحد الولد اللي شعره كحل هو بيض يعني شوية زرقين شو فيت حل فعلي امريكي عنده سبع عشرين عام وفيلك صاحبي وراء بدار العرس ومازال غابر ويقولوا يا صاحبي قدم الدار انا والوالدة بغيت ندخله وخفت نكونوا غالطين في الدار بانا صاحبي ديرش حركة اوكي صافي واخران تسنع مكانش بزبدي الوقت تخرج بدر وزكاريا كيقلبوا عليه حتى كيبلموا مع غيتا واقفين هزا في الدال كادو دي العرس توجه لعنده ودخلوا الدار بدر وزكاريا وغيتا اللي كانت رحبات مع عزيزة والسادية طلعوا القاعة اميلا ديكسا ادخل طوالد ايمان ويتنضم بلاسها اي ساب انا نزل حسلان درانية نزلت في الدراج في هذا الزقف تانبيدال وكانت جريه باش ترجع تغيال وكانت قصير الدور اللي بغى تدور حسن تبراسة داخله في صدر حديدي الخلاكة ترجع للور فقدت توازن دياله هاد الأغانش تضمن خسران نحيف من نعمل انها تضيح وفي الوقت ساهف ما لا نحوجها كانت سادت عينها تنطح في الأرض تكت حسبيت شداتها حلت عينها ويتشوف عينييني وكانت صدومت بعضياتهم اولا نقوله بداية حب اولا حب من اول نظرة ما بين ايمان وامين هاد المواقف اللي كيكونوا في الافلام عيتا بكتدوا بينها وبالراسة مركزة تشوفه في امين شح لزوين واش لها الدراجة هو حقيقة ولا هكالحلم وامين كيشوف عيني اللي مزينينه بشفارها الطوال وانتقتوا بين نفسه وش انت حقيقة ولا خيال مقف هذه الساعة من الدراجة مرشاها رجعت شعر الاسود ورودنيه وكتشوفه ولكن مقدرة تشوفي في عيني وش انتي بخير؟ شارت لي براسة بالإيجاب وانتقتها بخير اسمح لي دخلت فيك بالحص وماشي مشكلة تكيشوفها ويا كتشوفي بساس ماتلو ايمان فوجوب تيسامسة الساحرة ومبعت حركاس من قدامه اما هو ضار متبالة لعين تغبت لي تيسامسة بحلت حفلت لي في قلبه دخلت البيتها بسد الباب وتسكت عليه كتشوف رانيا اللي متكي وهذا التلفون ها رانيوية تسكت في القلصة اويلة مالك تخطف منك اللون قلصة حداوية كتدوين قلبك كيفرفر نير يا صاحبتي كنت شوفي نير هنا تيتيز دخلت فيه حسيت بالدوخة شوية كتغدين تحكر ماشي نميدة اويلة يا صاحبتي وليتي كتحلمي احلم لي قدونا شنو قال لك دخلتي فيه مالك عورة وقلتي تيتيز حاضر قلت له عادي والله تتربسيني قلت له ايمان والله سدوية بالنيسي والله ساكت جاى عندك كنجري معك انتر خاوية محشي سبراسيته دخلت فيه اوه ما عارف شكله اسميته وصفي لي نشوف هده سيتيز اللي خلك مدوخة عكا ذاتكت وصف له فيه دايخ وعينها بحل كي يغليه يختي حرفك حالين وطويل ما شاء الله عليمي فيه دك متر ودسين وبيض حلفي نريلك اللي في بالي اوه على صدفه ميز قلت له ايمان مالكي شا كلي ببالك دوا صاحبتي قلت لارانيا هاد المواصفات دي الامين صاحب خوية نقذت بالفرحة قد تحك اصلا احبيته قبل ما نشوفه وده احبيته كسر وكسر ياربيقن هو صراحة جيوما بعضياتكم يورلون درجان نشوفه ناتقا ديتك اتوقف قولي يا حقا شنو بخيتيني تسانيتيني قل هذا اسلاب بلغب الغالط مهم ايوه يدارت لكم السباب نريع الابلان دات احد المرايك اتوقف حالتها ساكر حمار اعكرات بيه قد دات شعره يتشوف رانيا جيده واركيز وينا بلغب قبل اولا واثيرت الشيء تعجبين ايوه يصلت من المزل وصلت بسطح في الكالعرس الشعبين مطلوق جد لكل الفرحان ونشط ودخلت ايمان بخطوة تراقية وكان بعض نظرات الشباب موجي نظرات عصان والدعام مبادر يصمر محسن جعب منطبوى سيارة بين طويل و سبوتيف باش متشوفيش اللي كان كيشوف فيه حتى كانت القهوة في حدا الكورسي ديال العروسة وكيصور في العرسان والملاد كيشتحو حدا وكذلك زاكريا كان حدا هاد الاخي اللي تمثليها بلليها ذكرها امين عيساب كانت سالة لها النقاشة قال سوكا تمتاسم وبجنبها بدر اللي بتسامة مفارقة وجهه اللي كان منور النقاشة كانت كذلك نقشات الملاد اللي كان مازال اما ايمان كانت نقشات لها النقاشة ثانية بحيث كانت نزوج مشاتت قلسات في كورسي مع اخوالاتها وماماها وكذلك فؤاد بحيث على قصو القوية وفاعدك الضحك دهو كيضحكو امين طاح الحب تيلو على الحجرة كان كيضهور عليها بعيني كيقلب تلقاهم تماك مثب الالعين رات عيتاب وبدر خارجين صغاريت معه في كل خطوة عيتاب غاديا كانت تلبس اللبسات ثانية برد ما نشفات لها الحلة اولا طلقوا الشابي بحيث كانوا دارين اغنية هادية ايمان كانت كتشتح مع فؤاد ولد خالتها في عمره 24 عام ولد في الشاشة في عائلته مبيض مكحل حرفك حليل سمورتيف هوا كين غادي تزبق لفض القيصة اخوالاتها في جنبها اما امين كان كيشتح شتح رجولي مع زاكريا وكيقرب شوية بشوية رحدة ايمان احساولوا واقف جنبها باتشكلوا سلسلة وما كيشتحوا امين شد في ايمان زاكريا ماما هلية غيتا فؤاد كيشتحول كل كالفرحار وناشط وداز الوقت والأمين كيرقص غير مع ايمان وماما والشي اللي كان بغاك القصد يحيد الفؤاد اما فؤاد فكان كيرقص مع زاكريا والباقي الاخرين وصل الوقت اللي علوه فيه الزراريت من القفاس كييعلنوا بلي العروسة والعريس وصلوا وقف امين بعد وانطريق ايمان وللغيثة كان داخل غيثة شهد دفيد بدر لابس قفتان الزرق مطرس بالدهبي واللي كان مطلوق ماللور حسن فرش في الارض درزي بالدهبي ومتجر معدي مرصى بالوجاوهارات زرقها اما بدر فكان البسكوتي مكحل وقلسوك مكانهم وعاوة ثانية عدسات الهواتف الفوتوغراف عليهم والعائلة سيكا تصور معاه امين كايد ويفو ذا ايمان بحكم الاغنية كانت بجادة شوية كاينما قلت لي ما صميت كامي مطبوزيل ايمان اسمتي ايمان اسميك كي زينا اجيش نتصوره معهم شاوية عمل نور وكان قلت حدا العريس ويحدة العروسة وغيرتها كانت تصورت معهم ورجعت المكانه قبل ولدها و ايمان كانت فرحانة ويهاتف يشوف ايمان وبينا باللي عجباتها وصل الوقت للغداء عيسى بها وبدر نزله وحسن زكريا وخديشة ومرأس ونزلوا من أمرهم وحسن أمير أماما اللي كان مع السادية وعزيزة الناس كانوا خذوا أماكنهم بشي يتغنتوا إيمان نطم الطبلة في كاس قالسة خرجت من القاعة توجهتني شلوفة بكتغسل الدعم تجا فؤاد وكيغسل يدي قولي يا حبي فين غادي تغدين ونلفق مع ماماك ودي ما كان كي يقول لها كقدام العائلة أبدا حكي فيما على أختم قوية وزمينة مشي داك الحب لي ببالكم بحال الحب دي لصداقة ولا الوفاء إيمان كتنش في الدين لها المافيالية وكل غادي بشي بغى شي حاجة بالكوزينة وصافي معلاش شبعانو ولا خفتيت نفخ ليك الكرش ويطير لك الحزام المويمة مشي نهرقة يا حبي فؤاد كام شاء معامين اللي كان داز كلامه كامل دزل ودنيه توجهك يغسل في الدين للقاء إيمان ما زال وقفة سماك وديك ساعة رجع لطمئة تقول لك يا دويب جديا وش انت بزوجة لا قامل معا كيشوفها بشوفة ما فهميش ودك اللي قلت صاحبك لات كتشوفي كيفاش تقل بحال الطقس لا منيسك أنا ممصاح باش وديك الكلمة اللي قلليك حكني يفوه كيشوف جلب يا الحبي عمليك النا صغار كيقول للي عادي وزايد الرها ودخالتي بحال خوية ويصغر فأشوفها بايد ودو فض القضية مشا خلا مصدون طريقة باش دوامها تقولي مزوج بها ويا ما جاي بلدني أخبار تباتلي لعين تدخل الصالة ويا قدح واجبها وهاب طبع الدروش الطبق السفلي فين كيان الكوزينا ويا تمانوا حماق اللي شافوه دوام عيب ديك الطريقة يحلف لنا مزوجين ايوها اللي تبق السنو صافي سالة العرس وكل شي كان فرحان الحضور كانوا بشاو أما العائلة فكانت مزالة حاضرة في القاعة كانوا طالقين شابي بدر اللي صابر على الأغاني غب الززز والحاجة الوحيدة اللي مخلاس وش ينزل يا عيتام اللي كانت مازالة بغت تقلس ايمان اللي كانت غالتها فرحان عاني ستقلبها تغيب وحدها سي من الأصحاب الشخصية الإنفصام يكن القيوم ضحكين شوين تكيتها بسولة العكس بحلا كتكون مزاجية لا تشدق فطانة اللي كان مجرزر في الأرض قبطت من القاعة عيصام اللي كان شاف العائلة اللي من هي يفشطيح والضحك وينزلتها بها ايمان دخلت البيت الضيوف صدات من وراء الباب عيصام اللي كان مقابل لا شاف جنابه لقد نخاوية ويتوجه البيت امين كان على بره كيدوا في التلفون سهلا رجع داخل الدار ايمان تكتفق السرير غمضتها هناك تحسب راس عيانة عيصام ويحل الباب ودخل بالخف شاف أرجاء الغرفة كيبالي التشيح الماكين تكتبالي يمسكيه فق السرير ويتوجه لعندها كيطلع ليها حساس مضل فوق من نحلة عينا تكتلقى واقف غوتت بلاهواها سرعانة مسدلها فمها امين اللي كان لحل خطوة فوق الدرجة تكيسمع صرخة ألثة درجة منورة قواقف شوية يرجع كيضور فوسط منطر كي تكتلقى ما سمعهانه ويرجع تطلع تكيسمع صوت مألوف ليينطق كورجع ليها تكتب الجاد خطوات متسارها يحل في البيوت ويقعونه توجيه البيت تعيسى بي الله كان غي يحل تسمعياني يلعب ماهبة ورانية كتدوية ويرجع للنور بعد شاء بعد شاب بيت مازال محل ويتوجيه محل مكي القعيصة أمساد لإيمال فمه ومازال مسكية فوق سرير ويتوجيه يرجع للنور ويعطيب البني لوجه تلاعفه ويتوجيه من الكل يلقى ميشو يخرج في عينيه يدوي من الصوت الجديد عيصام شهاد الجرأة هذا يدوي المرض ويقول عيصام معافك لا تقول للمرض مدر والله أخويا ستبغل تدوي معه غير لغوت أمين عرق في جبه تمرز كيف كيف تجري تقرم الحاج كيف كيف تجرع يمال اللي كانت وقت مصدومة الكلام اللي قال ويماش شهاد اللي في تحاول تفكو ولكن قوة تفك طاقتها سمح يا صوت والله ما كتعرفت شوشي ديالك أمين ويدفع خرج هل يقبل لنخسر عليك كمارسك لنخسر عليك أبل ورق فهم خرج بلا ما يزيد كثير مع ردرا أما أمين ويشوف إيمان ويت ترساح صورتي لباب ورق عرف رسك فسط من هذه المخلوقات ونحسب رساح كيف حاجتي عقدت حواجبها كتشوف شوف منظرات الحاد للصمارات في وجهه بعد البلال اللي يلقى وينطق إيمان من الأخر داخل رانيا لبط نقاب إيمان مالكي شوك هل شخموتي قربت وقفة تحدهم ويكتشوف أمين وإيمان شفت أمين ما بعد ويتشوف رانيا ما كان لاش خلعه غاشت وحتراق الزيد ديال الألعاب وخلالي نتحبط بالصح أمين ويشوف مرة خرار ضيبالك خرج مخلير عني قربات حدا ويات نطق واسبب ياك إيمان مقف بلها صمص ضغمة ما زال كلام اللي قال أمين كيتعود فضنها لما شي هو بعد ونعود لك نتو عيت بشنو سالة العرس كل شي نزل دار زكريا وخديجة كانوا تسالم مع العرس ومم مواتهم ومم هغيتا بعد غادروا المكان قوف في الضرغة عائلة العروسة والعريس بدر كانجليس معرجا العائلة في الصالة أما عيتاب فكانت مشاة تلبيتها زول لها لنكفة تلبس خلي لها الميك صافي لي بعد غادروا عيتاب سكت في قصرين مغمضة عينها وحيط اليوم صراحة راني يا حبيب زي كده وصي اليوم كانت رانية كتشوف إيمان وكيتبادل وشوفات بعتشاف في عيتاب ويتصغر فيهم تشوف مالكو باتكو الزوجات كتشوف وهاك ها كتشوف بيبديك الطريقة شكين رانية ويتشوف إيمان ويا كنتضحك يلا دو يا عمان عودينينا شنو دار كامل عيتاب ويز قل له بل يا فاتني بزاف ياكم قلت لأ إيمان بزاف يا ختي كدبه ليك ضبرت على رأس وصافي عيتاب قلت قلصات بالزربة ويتشوف فيهم بحكم كانوا مربعات حدا فوق سرير عمين ياك أصلا رديت لكم البال في العرص ضال مخشيفيك ما قتلني أنا غافش قلت 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 ويز قلت إيمان ياه حلو نعود لكم ماذا حقا سبري سبري نعود لكم عودت لها قسمها وعيتها بسدف والله يختي ونعود لا يسيقك أنا لا يسيق ويز قلت أنا قلت لما تخرج عرف سبري 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 يختي ويزغل بإيمان يختي مع الغضاء هبط نغسل لكي نأكل حاجة في الكوزينة ونطلقا مع المسطنية الفؤاد كيف ما عرف عيزة يقول لحبي ديما يسمعوا آمين سبري 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 نكمل عائلة حقيقة محاولة كمال محاولة نكمل ونحن وربما نكتر يقول محاولة عائلة عائلة قسم بالله.. سوف تنقل من الأجياء قبيلة من السماء للغوات فقد ستبري ما العدرت هذا الصميمر الذي نحتاج معه في طادي الراجل الذي تناس في البيت ونقل في فقراسي وعثم حال لا يرى أن يبسط المع فقرأت لها فمي ولكن لا أعلم أني أتسمعني ومعرف ما يرقب لي لا أعلم ولسي لا يأتي أشده على الصانيس وقال لي كيف اتجرأ اتقرب الحاشي اهوي لي والله مهم سكتولي اسمانيش يحدموني حتاوت لكم عيسى ابو يتشوفراني اللي كذلك شفس فيها وميت غامزه واشوفوا الناس يخسي وانشوفوا يتمعني اياه يخسي انا اداني راجدي بكل كباب واحد يكسوها ومضرني شاني بحلة شرزربيا قلت لا ايمان ايواني اختي خليونينا هيش قزاس لحو بحساني المحسادات ويدخل السادية مع الباب ايواني ابو ينسي اللي بسي عليك حوايج الخروج رغادي تمشي انتي وبضل شي وطيل الدوزو اللي لا سمك عيسى ابو طلعز مع هالبروضة شرزت في صدمة مرانية وايماني اللي لقى سمحة بسي انتحكة بسي ضروري على الموين مساء ما ممكن انبتلا ساديه يتضحك وانت ينضي يا ابنتي ينضي على الراجل صام عليك بالزفوجة وقت فطوره بسيكين خرجتك يتضحك وي تقول عيسى هاوي لي سبعته قتلية ايواني اللي بقوقيين فاجر عليها بالضحك عيسى ابو ينضر عدتهم ايواني اللي بضربها الكلبات ماذا لقد قمناتها فاجرت اني بالضحك الزات بخدو ضربتهم ويسغو بش قلت لها الرانية تيمنو دي خلاص بيضلي عليك يا اخويك ايتسنك يزقل لها ايمان حقا انت اللي بزوجة فينا وعندك لك سبع يوز عودينها للأجوال عاد يختي انا عادي نعسول دير العشرة هاتي يلا ايمان اعوني يا عيتاب اسبدال خليكم يزقل لعيتاب سيري سيري اصلا لا تنفعي ما تدريها الحقيرة تحكيت بي خارجة من البيت اما عيتاب نت كاتبت الحواجهة ثلاث نت ايمان نزلت لعنة السادية الماسم بعد ويطلع مطر ايمان قتل صحت دقه ويدخل قاقال سفق سريك تشوف فيه واجده ويزوق في وجهات لعنده اه مشينا شدت لي في الدراعه ونزله تسالمه مع العائلة ومشيه وركبه وزغارة وراءهم سيكفوذو للعطيل عيتاب كاتشوف في الورد اللي كانت هزه وبين علامة وطره شاية تيجي حاجه ان اخده في طريق لانا بغيت وانو 15 دقيقة تقريبا ووصل للعطيل ستاتيونا في الباكي ودخل شاد في دايتاب اللي شادت لي في الدراعه في نفس الوقت دخل وعطاه معلومات ويلا غير ذلك اخده ورقة من الغرفة ودخله ودخله تخلي دوشي وتواضي اخرجت في عيني الخضرين ببراء ونتقات ما تعتقدت؟ دوشي بساسو ما يقرص لاخده انا دوش وتوضيت في الدار ادخلات الحمه وايهز في الداثة اللي وربت معها وكانت شوف بها صدات البابيات بخدام براية ني ريلك يرمز غوبة وطرتي ساعي تيجاك حل عفتاج وومجاك ضغافي تتوقف مرات الراجل لا تكدوش فيها كتفكار شنو غادي وقام خرجات لبساتها لعبة يا بيضة شعرها ما قاستوش بدر كان قاس في قصر الكيقرة واحد اللي ويرد في القرآن الكريم شافة خرجات تلقى شعرها ندوقف ويتوجه لعندها أما هي كانتش في وغا تحليص خفالة من مكينة أعطيني باش نجمع لك شعر ويتمدليل بعضة اللي كانت فيديها بدك يجمع لها شعرها على شكل كاكة وتوجه في قصر الخدازيفة وقد قد بدك يقادله ويا ساهية في كل تفاصيله من لسالة شد لافيدة وتوجه حتى الصلايا قد 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 قفص ورا ويشوف فيها ضروري تصلي وزوج ركعات كاعرسة الجداد وأول مرة بسه بزوج ازدت لي براسة قف كي يصلي ويا كذلك صلاه وكمله قاوغاسي يشفيه وكيدع ربي يصليه في زواجهم في الفسو ويا كذلك جمع الصلايات عتاب كتحسب راسة حشمال منولو حد درجة كبيرة تقامل معه ويشد لا راسة بس لاجباسة وينطق حسيت بك عيانة ومتوطرة اجي الناس ورساحة علاش ما غاديش نقرر منك ستحسي بالراسك مساعدتها ورساحة ادك تشوف فيه بحب يلا بغا تسوله ومعارش نجو تقولي مخلا شا تكمل هات ما ستتخل القلبة بعد تصرف ليدار معه ويتنطق شكرا هانيا يلا ما كاش غا يفهمك الراجلك ويحسبك شكل غادي يفهمك كتشوف في اليوم دات كتدمع قدام وحضرت راسة وكازفت حدموها كتحاول تخمبيهم بدوروا جر هذا ما اللعندو كي يطبطب على دهارة كي يضيب صوت وحنين شي لاخا خلاك تحس معي بدك الدفء ودك الروح دياله القيا وكازيت كتغرق فيه باليوم على السنة ديالك في الحياة اللي تقالت عليك خاف سريع واليخصصات كان كائن ما تحشميش مني وخانتي ما كانت تحشميش تحشميش المشد يعني وعمر شي حد يقدر يقرر منك طول ما أنا كائن الحمد لله بني قبلت زوج بي حيث فعلا رجل بمعنى الكلمة فضل اللحظة عرفت بالي جدازة كان عندها الحق وعرفت لما تلمح فيتها لبسات حميجها هذه اللعاز شاميز دونو يقصني في الحمر وخلت شعرها مطلوق بحيث كان البرد كان شهره هاداك وتوجهت السريق لساسمار ببارجل كتشوف بادر والبولة اللحظة ما زال شعالة كتشوف فيه بحب بدون ما تحس ويحلعني شفاء ما زال ما فيك النعاس لا لا فيه نعاس يلا عاجي عاجي عارفك شنو بغي يزيد ابنتي زيدي عيزة بتفاصل يسمشي نعاسة في حضنه ضمال عنده ويدو على شعره شف تقولي شي مؤخرا ضريفة شنو قالي لإنسان ككائن عاقل كيتغير دائما لأحسن ما كيبقاش كيب مكل طلحياته ايه والله يخلي كذي ما غادي في الطريق صحيح أصبح لو أصبح الملك لله مع العشرة قريبا ودقيقة بدر كان فاق وقالس فاق الكرسي بقابل معاه كيقراف القرآن وإنسان فاقت كتكسل نتداخل طوال تشاركك مشاكك بدر تحك على حالة أما يقامت توقيت سلاة روتينها الصباحي لبساتها عباية كحلة دردي في كحلة ولبسات فرجل يسبر بيضاء وجاء خلات وعادي بلا ميكب خرجت ويتسوج وقفت على بضر في الموت للجو واشغل مقاونا كاللبس روال للجين كحلة وتيشورت بيضاء كويرة جلد كحلة وفرجل يسبر كحلة ووضع ويسبر وضع بقط ورد وقف ورد يقول كحلة كحلة وكذلك باستخد غير ويتسوج ويدوز على فما ويأتي وعطيني فما وكيف مرحب ومرا نتعود ومرا ومرا يأتي أريد تقص لقام حتى الوضع لا تستطيع الفما ويأتي يأتي فما ومرا كأتي وكيف يأتي الوضع لا يستطيع أن يبدأ أن يرى لماذا ؟ يجب أن يكون قدامي بعد أن نظر في هذا الموضوع خارجوا من الغرفة وصلوا إلى تحت وجهه الكافي خاصة بلوتين وقلتوا في طبلاً الذي في الجرده كانت تخرج إلى البحر لأنه لم يكن رواع يطلبوا ما يريده وفطروا وخرجوا ويتمشوا إلى البحر ثلاثة البدر يجب دوشها في شكل متاصل تقاموا وضوز الخط حتى يتضمن خبر الإسماء يشوف عيتها يجب أن تلعب بالماء بشكل ملوسة صغيرة إن لله وإن إليه يراجعون وخ وخ نحن جئين داما نحن نكون عندكم داما عيسى بشافت فيه مصدوم على قدر الكلام اللي قال ومتقاس بصوته كله خوف بادرة شو واقع دوي ما عندك مناش تخافي غيتهدني وقيسة في دراعة نترديك الساعة عنده دوي يقولي يا شنو واقع جدك دور سبيطار سوف يتسارع في خطاة وخليها من وراها ويسوق سربة جدا بحسجاني حلال باب ويسوق كم الضمارة بسرعة وخلي ورا العجاج لا تسكينش إن شاء الله خير إن شاء الله بسحيد موك كاسبكي ما قادرش خير راسه بل جدا وصوصا المرض اللي عندها تفكراته عن ذات ما ساتكاسبكي لا تسكينش نعيش بلابه يا بادر لا تسكينش يلي عندي في الدنيا لا تسكينش والله ما تبكيش وصاعد يلا الطريق وصلوا السبيطار واللي داس على عيتها بحل العام داخلها يوم بادر باعت سول على الغرفة في متواجدة شووليها قاعد طبيب بعد خرج من عندها كانت خالت عيتها بالكبيرة بنتها إيمان خالتها الوسطانية فؤاد رجالهم والغير اللي مشو في الليل كانت تسول في الطبيب دكتور كي بقيت؟ مع العصف حالتها بإزمة ولكن كومي مع الدوية تقدروا يهدنونها للمرة شوية بالشيفة بشيخ اللي عيتها بضايرة كتشوف بطل عينها بدمهين داخلها تلقى الممرضة كتقدلة في سيرو قربات لعديك الساعة مهمة فك حلعيني كي بغيتها نشوفك تبقي مها يا حلعيني ويقول لها بضر عيتها موضي الله تغسلي وجهك جداك رغي يسفيق وترجع دينا إن شاء الله صحة وسلام ويسوق فيك تشوفك إن شاء الله بضر بقية الساعدية في ليلين وركزة نهار كامل سوف أصل للصباح وخرجوها بضر كامشا اللي كانت مقرر في الأشياء عايزة ورانية ووزو معه من نهار كامل وعيسا بمسكي حدا جداك تلعبها في شعره مميما ما تبقي شو تخليني بوحدي ساعدية كانت كدوي صوت عيان وعيسا بمسكي ينقص من عمري وزيدك في عمرك لا ينقص يطول في عمرك أنا صافي كبر سبارك شباس من الدنيا هذا سعب السكسات ودموع أخذتها إيمان كانت تخلت تحت لغتباش الناس وكانت تصبح صوت تلك يصوهني في الميرا بريفي اقتعات وضعها في كل الكواف ترجع صونة ثانية ولكن لم تتعلقى جوابات وش لها الدرجة ما عندك ميدام شو كنت اللي بسدعني في هذه الليل أمين وإيبدأ يضحك كبرت خاطئ وشكو معايا لقد درجة نتيحة شكوю أمين بصوت من الخاف بحله في الناس ويأمين كدير على حظ الحمد لله هات ساعة والت نتا وغيسها كتدر معايا وكيدر معا بحله كي تعارفو حتى كيتدر معضغية قال لها بله سوداء أخطبك قلت له له أنا ما زاله بغراً قرأ ويقول له قررأتك غادي شكنا سوف تنقذ من الفرحة. صباح صباح جديد تقريبا مع ذلك العشراء في دار عيسا. سوف تنقذ لديهم السلام. سوف تنقذ لديك ساعة ساعتين. سوف تنقذ لديك ساعتين. سوف تنقذ لديك ساعتين. سوف تنقذ لديهم الباب. سوف يتفعل تنقذ بحق الإيمان على سنة الله ورسوله. يقول صاحب اي لديهم زوجه بحقينه. ما تريد صايخ وكيف أن نقول لكم. سوف تنتقذ بحقين شئ حتى清ف الثاني. الشئ الذي يقتح انناadan تنقذ لديهم الساعة. كان قابل في صالة فرحان. أم عيسى أبو إيمان ورانيا كانوا كالعادة في بيسها. ساعة فعلة بعد حصلوا وزولوا بالبوك كبير. وغيرها وغيرها ومزل الكتابية وغيرها بواطي على شكل الشوكولات وكيفية كائدة استطيع التقبل لها أحسن الاستقبال فى الزرق ملاكي تلقى يتسعة ببها وفي الساعة يطلب ان يده ويسرهم وقال لهم ببها لكن انت قابله بكم قبل بالفعل ويجعلها على صح شمان يتساعدني ويقول الأمي السكوط على مطر رضا ايو انتقرات الفاتحة دوز الخطبة بخير وكل شيء جيد صفقه على الصداق وعرس اللي سيكون باد لا تدوز ايمان لجهة وديها وتقريبا من الى الشجرين هكذا تقريبا 14 شهر كانت وقفها قدام المرايا قدام المرايا وقف عندها بدور يدو على خسرها باسا فخنتا الحمد لله اللي رزقني بزوجه كي ظهرت الجوري عيتا بتاسمتلي وشدت فيدي باركة مرونة 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 سيادية اللي كانت سعطلو على الممي موختي عزيزة والله سيدين بشو خرجو توجهرك بفلوطة وصعيك صنعت للبادر دار ديكس على ايربود وينطق والواليدة صبر احنا شوية نصل عندكم كيفاش كيف السبيطان صافي صافي احسر الدقيق وحنا عندكم وعيتا بكتشوفي بخوف بطر ما تخلعني اشتنيك مقعوانو خلتي يستني حزة الدورة ترفس متار كان صايق وعلامات الخوف وجوه لكن وخاكك يحاول بينا لقوه مش ميزيتش عليها قلصة مقابلة معها وانتكيها اختي عزيزة عيتا بأمانة عندك سي والدك صلى الله وفاتوا ما اللي بقيتوا ليها قلت لعزيزة كوني هاني اختي يا ابنتي وتجراسي لا يخلي لك اختي وليدك يا ربي شكرا اختي عيتا ملامحة كان غامرة من الحزن والصدمة بزوج والطريق وهي ساكسا بعد عشرين دقيق وصل الصبيطان مثل الداخلة كالجري صولات على الغرفة وبدر زبعة من اللور قلت عزيزة كالسحة مقابلة معايلة الكرسي يتشوف فيها خلتي عزيزة فيني المهمة ويسوق في عزيزة بغتشوف كابنت يدخل الى عندها دخلت عندك السعب خطوات خفاف شدت لها فيديا ميمة كيك تحسي بي خير ومتلا براسة بالنفي وصلات ساهتي يا ابنتي وبدر واقف من بعيد مراقبهم قلبه تأثر من ذاك الوضع قرب العلدة وقلت مقابل معها وعيتها بقال سمس دومة وليدي باطر صلى ليه في بنتي صلى ليه فيها بنتك في امانتي خالتي كوني هانية كوني هانية بالجهسة والله يتطور في عمركا وليدي خرجوا خلام بوحدهم على راحتهم حساب عن قاتل داتا امي معافك تخليني شقامي وعدو وزيدة على شعره صلى ليه في راسك يا ابنتي صلى ليه في راسك يا ابنتي صلى ليه في راسك يا ابنتي صلى ليه في راسك يا مرض الزمان وديه للطار ونزلت دمعة خارة من عيني العيتاب امي مرسا حيرة بقي خسنا نسافنه وراني تشحلم حاجة بدرناها شو ويططق وبدأت كتشاهد بعد تشاهد فارقة الحياة تقلت إلى رحمة الله أمي مرسا mente ويساعدو لجنوبة ودخلو كتشاهد وكتشاهد وتتسخبر الآن انتجه مرسا انت كتشاهد امي مرسا جاء بذلك يجري لعندها عنقها وعزيزتي تحبس وقالت تخليها وليدي خليها دقة صعيبة وقالت تخرجها في قلبها وعيتها بكاتبك يربي لأخلقها احساسها صعيب خصوصا فقدات وليدها في سن صغير ودمجداتها عودتها في سن صغير احساسها فعلا صعيبة تخليها وقالتها ميلا وميلا وميلا وكيفشغني تصبار وبدر كيسكت فيها ويقول لها دير عقلي ويا كاتبكي مشهت شدهتي مشهت وعلى آخر كلمة نطقاتها طحت من ينتين بضر دازل الوقت شافت في الطبابة ويمبتها سواء ويتقول له مراتك صحتها مزيان وفقدت لها بسبب بداية الحمل تهلا فيها ومدت لها الورقة خد لها الفيتامينات مزيان لها وحاولت بعد على ستخيس بضر ومالها براس وخدم عندها الورقة طبيبة خرجت أما وفقد لسحدة بدو سيدة على رأسها من جهة كان فرحان حيث غد يولي أب ومن جهة وحدة أخرى موجد داتا ليشكل على خطر وخافت دخل في كتئاب دا سمود دواجيزة حلت عينها كتلقى راسة في سبيت الأجهزة الطبية ضعر البيعاء حيدت على الغطة ويطلب من مكان حلت الباب ويتخرج حتى كتوقف قدام الباب تتذكر شنو قاليها وكتطلب من الله تكون أحلم ومشي حقيقة توجهت تجري لغرفة اللي كانت تفاجدتها تخلاص ما كانت القوالو سري المقاد بحل ما كان نعس في حد خرجت مصدومة بدر كان جاي هو ومو توجه لعنده شدة من دراع ويا كانت شوف في الأرض فيني اجداتي فيلم ويمقع ما لقيتها ويا تشوف فيه بدر شفو ورجع شفوه حساب يومر القناطة وجد دراسك ديك الساحب حل عودت تضمع ثاني نزلت لعد معه حارة من عناوية ساكتر خرجوا بس بيطار ترك كلها كاتب كي بصمت وصلوا لقاء والأجواء ديالعزو دخلت وعزيزة شادة فيها لعائلة متواجدة جيرا لداخل خارج دخلت مع الباب كل شي كيعزيها أخوالاتها كأنوتها ما يعنقها كيعزيه وقلت تسبي سفاش لا بدر ديك الساحب قلت تحت مقابل الناس اللي جاء كيعزيه وهكذا غدا الأمور إيمانتها هي داخل دير زيفك حل العراسة وعبايا توجهت عند عيتها بساكتها مع نقاها كتواسي فيها وصلت له بلوص القدم در عيتها حاملة جدتها جداتها قبطت إيمان معها بفرق ساشية وبدر وعزيزة أخوالاتها كونش كي يوانسها وكيوانسها كانت تودعها زولات لها المماردة كفل وجهها كانوا بيد لونه شاحب مدت يدها كتدوز على وجهه وكتبكي كانت تسوادع معها وكتتسابح معها الله يرحمك المهمة ويسكنك فاسيح الجنهات اليوم كتاب ومالأمن أخذها أمانته وصل النهار اللي كتي خايفة منه والنهار اللي كتكن طلب الله يزيدي بعده بسلامة المهمة بسلامة قلب أضر الله يرحمه يا ربي وجه المتوى الجنه ويرزقك السبر على فراقه بسلامة المهمة ومعينها حمرين نفوخين أمين يا ربي أمين وهذه هي الحياة هذا الثمان على المتساعدية بيتساعدية جنبسرين ومتسكي عتاب ساكتها بكتسكلمش ومعنا نقاب بيجامسها بادر في المرحة قانسو بجلبه عزيزة ويسكنه عزيزة قطعني يا وليدي البيان ومشيها ووغليك معنا وخليك معنا وخليك بوحدكم بوحدكم بقيت حاولتو ونسا تنسا إن شاء الله سوف يرجع من خليك 8 شهر ونقابل عيسى الى حين على خير ونظروا نبوص لها راسها واخا نوالي الأخرى نقدموا لأعطوها الفيتامينات تلتصني على طبيبا أخها وليدي، يلا لن إدرجة داخل البيت سلمان في الديت و قلت احدا اخبيبه اخودي شرب ادوك و يتشوفي عيسل و شنو بخيت ندير بهذا الشي ما فيه اللي شربه ما كان ينفعني بوانو و لكن اللي يفكر شكرا ما حساجه و يتشوفي مصدوه ما بحكم ما زال ما كانش عارفة رصة حاملة كيفاش 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 اللي يفكر شي تشيرك حاملة و دباي الله جاءت الفرصة نقولها لك و ديت حتى عيسل بيتع لك رشا ولكن امسا شي اصبوع دباي خودي شرب ادوك و نسير ساحل لك شوية داس لهار عادي بدر كيدا لقال سحدا هذا ما لعندوك يحاول يحسسها من اللي موقع شبه احدا بالله دائما غيكون جنبها اما عزيزة فكانت وجدات لحشا و عيطات ليوم تشاو بعدها و كل واحد مشاك عناس و صبح صبح جديد قدم المطار و قفات لوتوك حلا نزل منها بدر و ما هو عزيزة و جبدلها ليفاليز ديالها وصلوها تسالموا معا و مش هات بادر ديك الساعة موراجع للدار في طريقه نزل قصد حانو تخذلها السقاطة اكتش لك اعجبها في طريقه نزل قصد حانو تقسرها و اردت نفسها و اعطاها تقسرها و ابدأ كيف تفعلها و حمب صعوبة ليست حرق ثم اصابت ناسات و قريبا دو بسطة نهار كام الهلس فقد تحسبيه حلو السراجم اختيار راسا كنت اراها و فقط تتكسل و ترى و فقط تخدمك ليوم اليوم السبت في القرية موضي باركا عليكم من دعاس الوشة يدر جيت و تكات على رجلي خلت يا عزيزة خصافي وصلات ووهي الحمد لله رأي تطلية بعد ذلك اللينا الغنت ثاني فقط مع طلاجة فيقامة در ديك الساعة طلب منها قلاء عجين خرجوا على برا شميل نتغطي على برا ديك الساعة دوز وحد لابيل السلام عليكم ووهي الحمد لله رأي خليك كل شي واجد كيت لبس بارك الله فيك جزيلة شكر أخي يلا مسلمة بعد ذلك الساعة اخر جاس عيساب من التوش لاوي على فوطة في الغوز ولاوي على شعره فوطة في البيض قطبة درقاء على صفاق الكورسي في البعالك وهذا التالي كي يبقشش من ثلاث حواجه بالزربة لبساتها عضايك حلا واستخد تهبي وصبر ديالة بيضة عالية ونشفت شعره ودرت لغا بخضويات وزيوت بعد درت زيفا درت لوجا غا وقى ديال الشمس ومرطة بشيفا ريحة ما درت هاش درت غا موزيل ديال العرق حيث ما نعليها الدراحة بعد صلاة الدور اما الصبح فاديجا صلاة وفقته مع بدر بدر تخيل البعالكم بعد ما اعرفها ثلاث لابس الولد جي تيشورت بيض وفقه كبير كحلا وصبر ديالة بيضة ويقول له حبيبين مشينا باسه في راسه ويتشوف فيه اتوحشتك وعدك اتحداك وعلا ترى انتقات فيه براءة خيه هكذاك وليس كانت اتوحشتك بزاف وانا اتوحشتك ديما معك خرجه من الدار ركبه في اللوتو بدر كانت توجه لداره خده منها شيء اعراض توجهه للريستو اللي كان حدى البحر بعد ما وصلت بالمداخل ومع اللقاجب ودازل الجردة اللي كاتبين ما من دار ولا ارواح كيتل على البحر تسمى كل قات خديجة مع زكريا وايمان مع امين اللي كانوا تزوج وشهرق بالمتسادية كانوا داري لها مفاجأة الارد كانت مملوه ببالوناس في البيض والوردي والزرق البارد والمنافساجي وكذلك عمر بورد الجوري شافت يوم يتصدم يتشوف بدر كله بغوصه سوربريز وعينيه دمه من شدة الحب اللي هم لها بدر كانت وجاء اما خديجة وايمان فكانوا عنقوها فرحانين اما عيساب فاد مو هنزلوا يا كنت اضحك وذو وزنها رزوين خصوصهم انهم منسوا عيساب وحاولوا يخليوا ما تفكرش جداتها حيث مني كتفكرة كتبقىها ساكسة وساهية وخبعد المرات كتفكرها وكتتقلب حلشي تقص وقفوا مجموعين وبتي سامارين دمزينا وجههم كل واحد وقف جميع مراتهم مستعدين الاختصورة شماعية كتبت صداقتهم وصفاء قلوبهم تجاه بعضهم شكرا لكم لانكم سمعتوا القصة جيالنا وإلا بقتوا معياتنا الهلايا ديروني واحد القلب في اللون البرتقالي يكون كبير وحاولوا معافاكم وانكم متنسوش اللايك كدعم القناة والقصة اتلاقوا مع مقاري مع مغارج مغامرة جديدة وقصة جديدة باي باي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة